هذه تهم باطلة الانقلابيون عندما يفشلون في واقعهم يلسقون التهم بأساتذة الجامعة وبطلاب الجامعة الأزهر وبأن الطلبة هم المخربون وهم الذين يحرضون زملائهم على العصيان وهم الذين يقومون السلطات أنا شاركت في مظاهرة من المظاهرات ومسجلة على قناة الجزيرة وعلى كل القنوات وقفنا مع الطلاب نقول لهم احترموا أساتذتكم حافظوا على دراستكم لا تهينوا أحدا فكان من الواقع أننا حولنا للتحقيقات وتهم كاذبة من الأمنة الداخلية بأن أساتذة الجامعة يحرضون الطلب على مقاومة السلطات وعلى تخريب المنشآت قلت أنا أتحدى أي جهة أتحدى أي جهة أن تقيم دليلاً واحداً وكنا ذلك الكلمة كانت مسجلة ومصورة صوت وصورة ومعنا خمسين أو سبعين من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات نحن نهدئ الأمور ونحس الطلاب على الحفاظ على جامعتهم طلاب ما كانوا يحافظوا على جماعتهم وكانوا يقوموا أعمال عنف؟ لا متهمين ليسوا قائمين بأعمال عنف إنما ربما يندس فيهم من هو ليس منهم أو ربما بعضهم يستجيب لشائعات يجب أن نضرب عن الدراسة يجب أن نخرب المنشآت طالما أن هناك زملاء معتقلين نحن نطالب بإطلاق صراح المعتقلين ونحن نرفض استباحة الدماء ونحن نرفض كل الرفض أن تنتهك حرمة طالبة أو واحدة من طالبات الجامعة نحن نعلم أن المرأة التي أراد أحد جنود الروم أن يهينها قالت وامعتصماه قام حاكم الأمة الذي يقوم بواجبه وأرسل إلى هذه البلاد الروم اعلم يا كلب الروم أنكم إذا لم تتوقفوا عن هذه المخالفات لأرسلنا لكم جيشا أوله عندكم وآخره عندنا إن الإسلام يدافع عن رجاله ويدافع ويدافع عن بناته وعن تلميزاته كيف انتهكت حرمات الأزراء؟ والله بنات كثيرات خلع من على رؤوسهم الحجاب وضربوا كان المؤسسة العسكرية التي اقتحمت الجامعة تضرب الطالبات المنتقبات وتخلع منهن النقاب ويضربونهم على ظهورهم وأسقطوا بعض الطالبات في الأرض يعني بعض الطالبات كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا يعتقلون من على الباب يخرجون إلى باب آخر يجدون رشاشات المياه الباردة لإهانتهم وسحلهم واعتقالهم دون زنب ودون جريرة هذا إجرام بكل المقيس وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إذا كان هذا إجرام يعني رأي حضرتك في رئيس الجامعة شيخ الأزهر أين هؤلاء؟ والله إحنا ما زلنا يعني نقول لهم أنتم مسؤولون أمام الله عن طالباتكم وعن طلابكم وعن حماية الجامعة فإذا انتهكت الحرمات واستبيحت الحقوق وأنتم على المسؤولية فأنتم أمام الله مسؤولون يجب أن تقوموا بواجبكم ونحن نهيب بهم أن يقوموا بحماية أولادهم لا بالتبليغ عنهم ولا بالأمر باعتقالهم ولا بالأمر بفصلهم إن طلابهم أولادنا والكل نحن أمة واحدة يجب أن نحافظ على بعضنا البعض والله هناك يعني عندما نرى طالبات الجامعة تسحل ولا يعترض أحد وكان في كلية الشريعة لجنة من كلية الإعلام تمتحن وجاء ظابط الشرطة يسب الدين للطلاب ثم سب الدين للمعيد فلما دخل المعيد للعميد يشكو إليه جاء العميد فسب الظابط الدين للأزهر ولشيخ الأزهر ولجامعة الأزهر داخل حمى الأزهر وداخل حرم الجامعة هذا إجرام لا يقبله أحد